معانا زمين ناديواتي فارو صلاح بقى نروح للنمسا علشان نتطمن على لعب النادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي انك ان شاء الله معسكر في النمسا يعني معسكر اكثر من ممتاز يعني المعسكرات دي وحنا كنا بنلعب من سنين كان ده الشيء المهم جدا للعب كرة القدم يعمل فترة الاعداد فترة الاعداد دي دي اللي بتوقفه على رجلته للموسم في كم المشاركات وكم البطولات اللي بيلعب فيها لعب النادي الاهلي المعسكر انك ما شاء الله معسكر نموذجي من خلال الصور ومن خلال الفيديوهات اللي احنا بنشوفها على قناة النادي الاهلي نروح لزميننا فارو صلاح علشان يطمننا بقى على بعثة النادي الاهلي في النمسا تحياتي لك فاروء ومعاك المايك تفضل برحب بيك كابتننا كابتن اسامة حسن برحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان بأكد بالفعل على كلامك كابتن اسامة معسكر تقدر تقول لنموذج جواء اكثر من ممتازة يعني في الوقت اللي مكلم حضرتك الامطار يعني بتهطل بغزارة هنا على مقر اقامة تفريق النادي الاهلي عارف قيمة طبعا المعسكرات وفترة الاعداد هي اللي بتوقف اللعيب طبعا على رجلية على مدار الموسم النادي الاهلي كان مفنش الموسم بشكل اكثر من ممتاز بتكمل على الشغل اللي انت يعني نهد به فاعتقد يعني ان شاء الله وردود هذا المعسكر هيكون خلال الفترة القادمة اللي ان شاء الله تكون بدايتها بشرة خير ان شاء الله ويكون مباراة السوبر الافريقي اللي بإذن الله لقابت النادي الاهلي قادرين ان شاء الله على التتويج والفوز بها زياء البطولة الافريقية بإذن الله طب مننا بقى فاروق على الاجواء عندك اللعبة اللي كانت مصابة امام عشور الوافد الجديد كريم فؤاد عندنا كريم فؤاد عندنا مين تاني يا شباب اكرم توفيق طب مننا برضو على اللعبة المصابة لعبة مهمة هتدخل إن شاء الله قريب مع الفرقة هل دخلت مع التدريب الجماعي ولا لا وبرضو عندنا خالد عفل الفتاح النقطة دي مهمة النقطة دي مهمة طبعا كابتن اسامة لكن خليني أسمى الشقيين شق الخاص باللعبة اللي حدك يعني استعرابت أسمائهم اللعبة المصابة وايضا اللعبة الوافدة أو اللعبة القادمة على النادي الاهلي فخليني أبدأ بشق اللعبة المصابين وبالتحديد يعني زمانت حضرتك قلت أكرم توفيق وكريم فؤاد زي ما صرح لنا طبعا الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهزة الطب بالنادي الألي هيكون فيه غدا بإذن الله فحص طبي للتنين كريم وكريم فؤاد وأكرم توفيق مع الدكتور فينك الدكتور النمساو اللي كان أجرى جراحة الرباط الصليب للعبين إن شاء الله يكون فحص إن شاء الله أخير وإن شاء الله يكونوا طبعا موجودين في التدريبات لكن هما بالمناسبة يعني شاركوا في التدريبات الجمعية للنادي الألي ولكن الفحص طبعا يتوقف عليك مدى أن اللعبين يخدوا الإذن بالنزول بقى ويكونوا جازين للمشاركة في المباريات لكن بأكد لك يعني جازيتهم من اللي إحنا لمسينه في المعسكر سواء من ناحية الطبية من الناحية الفنية لكن هيكون فيه فحص غدا بإذن الله للطبيب اللي نمساو فينك اللي أجرى الجراحة للعبين ليه يعني حس خلاص يعني يدي بقى خلاص الأبروف أو الأمر خلاص بين اللعبين جازين للمباريات بالنسبة طبعا ليه عمر السولية كابتن أسامة كلام كتير واجتهادك كتير لكن زي بقى أكلنا الدكتور تامر أبو العنين بالنسبة لعمر السولية طبعا إجاد فيه العضلة الخلفية بينفز اللعب برنامج التأهيلي بدأ طبعا من القيارة ثم طبعا أصر الجهاز الطبي والجهاز الفني عمر السولية يكون موجود مع الفريق فيه معسكر الإعداد واحد من العناصر المهمة جدا اللي يعني أهميته وقيمته دايما موجودة مع النادي الآلي في الملعب وبرا الملعب عمر السولية بخبراته ويعني واحد من كبات النادي الآلي أجرى طبعا بيستمر فيه أداء البرنامج التأهيلي الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي بأكد لك يعني بيصير فيه بخطوط بخطة ممتازة جدا وإن شاء الله خلال يعني أيام المعسكر يكون موجود طبعا معنا فيه التدريبات الجامعية بالنسبة لخالد عبد الفتاح بالأمسة طبعا كان التدريب الأول للنادي الآلي هنا فيه النمسا شارك فيه التدريب بالكامل والنهاردة أيضا شارك فيه التدريب بالكامل سواء التدريب الصباحي أو التدريب المسائي فبأكد لك جاهزية أيضا خالد عبد الفتاح أيضا ياسر إبراهيم وطور محمد طور فترة الأخيرة طبعا كان فيه غياب للإصابات لكن أكد لك أيضا جاهزيتهم وبيشاركوا فيه التدريبات بصورة جامعية مع الالتحامات طبعا ما نتعرف فترة الإعداد والجانب البدني والجانب الفني أكد لك جاهزية هؤلاء اللاعبين شقة ثانية يا كابتن أساما اللي تطرقنا لي هو اللعيب الوافد على النادي الأهلي ريدا سليم أقول لك من اللي نحن لمسينه من أمس بالضبط يا كابتن أساما ريدا سليم يعني من اللي احنا لمسينه من الأمس والتدريب الأول والتدريب لصباح اليوم والتدريب المسائي ريدا سليم يعني من اللي احنا شايفينه بإذن الله يكون واحد من أهم الصفقات للنادي الأهلي أبرامة سريعا دخل في أجواء النادي الأهلي وبتكلم على دور كبات النادي الأهلي كابتن محمد الشناوي اللي بيتكلم معاه في كل الأمور وانت معانا انت يعني دخل ببيت النادي الأهلي فقربوا المسافات كبيرة جدا لريدا سليم المعسكر ده توقيته كان مهم جدا اللعيبة الوفدة الجديدة دخلت في الأجواء ريدا سليم إمام عشور طبعا وخلاص دخل في الأجواء النهاردة شارك فيه الجزء من المرانو شارك فيه جزء طبعا من التأهيل الخاص مع الطبيب النادي الآلي دكتور تامر أبو العنين لكن الأجواء اللي احنا لمسنا بها كابتن وسماء أيضا يعني حضرتك طبعا من خلال برنامج الأشبال فيه لعيبة ياما صلطت عليها الضوء سواء معتز محمد أو قلت لسه يا فارود دلوقتي أسألك ما ينفعش تكون معنا وما ينسألكش عن الأشبال بتوعنا بقى معتز محمد وزعلوك ورافة خليل والديبيس ومصطفى مخلوف كمان يعني شيء جيد لما يكون لعيبة لسه صغيرين لسه بيبدأوا ويبدأوا كمان فترة إعداد مع الفريق الأول ده شيء بيكسبهم خبرات واندماج ومتوبة حاجة كويسة ليهم كمان يا فارود مهم جدا بالفعل يا كابتن أسامة يعني النقطة دي لحظةك يعني تطرقت لو أسرتها ليه الاندماجهم مع اللعبين وكان مهم جدا توقيت هذا المعسكر بالنسبة للعيبة الصغارة والعيبة للأشبال يعني المجموعة اللي حضرتك كلمت عليها يعني مجموعة من اللعبة يعني أو أكتر جدا والتفاصيل كتير جدا حضرتك كلمت عليهم من خلال برنامج الأشبال وقدمناهم وقلنا أن هما هيكونوا من العناصر المهمة زيقول لك معتز محمد خلاص اللعيب يعني يوم بعد الثاني خلاص بتحس أنه خلاص أكنه بتتدرب مع لعبة النادي الألي من سنين زعلوك يعني بيحظى باهتمام كبير جدا من مستر كولر يعني بيدي اهتمام مهم جدا ليه اللعب زعلوك وشايف أنه هيكون فيه فيه مواصفات وإمكانيات فرود للنادي الأهلي ويه الكرة المصرية كلم معه في تفاصيل مهمة جدا بيطلب منه أمور فنية كتير جدا بيخصص لجزء يعني كتير جدا من الكلام طبعا مع المساعدين في الجهاز الفني ليه مستر مارسل كولر كريم الدبيس اللي واحد من اللعبة أيضا اللي يعني بيكتسب بثقة مستر مارسل كولر ويعني برضو حذك يعني تتركت الكريم الدبيس يعني بالمناسبة كان كم عروض وأعراض تجات لكريم الدبيس خلال الفترة الأخيرة لكن مستر كولر فضل عدم يعني خروج كريم الدبيس وأشاد أنه هيكون موجود مع النادي الأهلي ويكون يعني في الجبع اليسرى معه واحد بقيمة ومكانة علي معلول أيضا يعني بتتكلم على رأفة خليل واحد برضو من اللعبة المهمة جدا بالنسبة لمستر مارسل كولر نشيئين للنادي الأهلي وأجبالنا وأجبال للنادي الأهلي يا كابتن أسابة بطمانك عليهم بخير وأجواءهم ويعني برضو في نفس الوقت الكابتن محمد شناوي رامي ربيعة عمر السلية أنهم يعني بيزللوا كل العقبات وبيقربوا اللعبين ما تحسش أن اللعب ده ناشي من اللعب الكبير فيه أمور حضرتك طبعا معتاد عليها مع النادي الأهلي المباراة الودية هتبتدي إمتى والشيء الثاني بكرة البرنامج فروح يعني خلينا أقول لك يعني خلينا نبدأ بالبرنامج بكرة كابتن أسامة طبعا خلاص نتعرف أن من اليوم بدأ الفريق التدريب على فترتين غدا بمشيئة الله يكون طبعا وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة ثم يكون التدريب الصباحي للنادي الأهلي في تمام الساعة العشرة والنصف ثم وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة الوحيدة والنصف ثم تدريب مسائي في تمام الساعة الخامسة ثم وجبة العشاء بتكون في تمام الساعة التاسعة التويتات دي طبعا كابتن أسامة بتوقيت النمسا يعني الساعة التاسعة بتوقيت النمسا تكون العشرة بتوقيت القاهرة بالنسبة للموضوع المباراة الودية يعني حتى الآن يا كابتن أسامة الأمور بالنسبة للمباراة ما فيش أمور بتحسن بصورة مؤكدة يعني استقرار على مباراة وحيدة حتى الآن هل من الممكن يكون فيه مباراتين هل من الممكن يكون فيه تلات مبارات دي أمور طبعا هتحسب خلال الساعات القادمة ويتم الإعلان طبعا خلال هذه الأمور من خلال النادي الآلي وإدارة إعلام النادي الآلي هيتم الإبلاق طبعا وإعلان عن هذه الأمور لكن في الوقت أنا أكلم حضرتك فيه اللي تم التأكيد عليه هي مباراة واحدة لكن من الممكن يكون مباراتين أو تلاتة خلال الفترة القادمة بإذن الله أخيرا بقى فاروق جاكت الشياكة ده من مصر ولا من نمسا لا طبعا يا كافتاني من مصر يا كابتن أسامة عايز أقول لك أننا جينا أقول ما جينا النمسا كانت درجة الحرارة بتتكلم في 30 32 لكن النهاردة يا كابتن أسامة الأمطار يعني لساعتين متواصلة يعني ساعت المتواصلة الأخيرة ساعتين على مدار الساعتين الأمطار بتاعته بغزارة واللعيبة فضلت أنها تستمر في التدريب مع سقوط الأمطار بس الجو بصراحة كابتن أسامة الجو في أوروبا والجو هنا نموذك بصراحة كابتن أسامة ريحة الجو والأمور مختلفة حالة الصفاء الزهن اللي عند اللعبين أعتقد انعكاس على اللعبين مهم جدا في توقيتها إن شاء الله يكون مرضودها علينا خلال الفترة القادمة بإذن الله وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا فروس صلاح زمنا من النمسا يعني غطلنا المعسكر بشكل كبير وحطينا في الصورة بشكل أوضح علشان مهم جدا فترة الإعداد ونتطمن على لعبي النادي الأهلي إن دايما فترة الإعداد بتكون هي الفترة اللي بتبني علىها طول السنة زم ما احنا بنعد المباريات عندك دوري عندك سوبر أفريقي عندك دوري السوبر الأفريقي عندك دوري أبطال أفريقيا عندك كاس مصر عندك سوبر محلي لو تلعب يعني عندك لعيبة هتشارك في المنتخبات الوطنية عندك كم يعني مشاركات كبيرة جدا فالنهار دا اللعيب حتة تلاحم المواسم كنا نشوف كم إصابات كبيرة في الفريق لكن فترة الإعداد اللعيبة تاخد راحة تعمل فترة إعداد جيدة تقدر تستحمل الضغط الكبير دا علشان كده قرار مجلس دارة النادي الأهلي السنة اللي فاتت براحة اللاعبين كان قرار مهم جدا علشان كده شفنا الإنجازات الكبيرة لتحقاقت ما شاء الله السنة إن شاء الله آملين كده من ربنا سبحانه وتعالى يبقى نفس الموسم السنة اللي فاتت الاستثناء يكون أيضا موسم اللي جاء للنادي الأهلي يكون فيه موسم استثناء برضو أيضا بطولات كبيرة تقدر تفرح جمهور النادي الأهلي